الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فماذا يعني أو ما هو تفسير دعاء الاستفتاح الذي نقوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أولا سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبحك يا الله تسليحا أي أنزهك تنزيها من كل النقائص ومما لا يليق بجلالك وبعظمتك وبحمدك أي سبحانك اللهم وبحمدك أي أنني بحمدك أبتدأ وقيل بحمدك سبحت وتبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسم الله هذا معنى تبارك اسمك وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك يا الله ولا إله غيرك أي لا معبود بحق إلا أنت لا معبود بحق إلا أنت هذا تفسير دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهو دعاء عظيم ترجمة نانسي قنقر